اشتركوا في القناة في اليوم الخمسين من الايامة عيد العنصرة عيد بداية الكنيسة عيد قوة بل وعظمة الكنيسة الروح القدس هو سر قوة الكنيسة هو الداعم لها هو المعزي لها هو اللي بسببه تمتد كرازة ويعمل الله في بيعته في كنيسته ويعطي الله تجديد وروح وقلب وقوة ومعونة لكل مبشر وكل إنسان يعلن عن خلاص الله وعن وجوده يعطي معونة للمبشرين وهم في أماكن بشارتهم وفي عز تحدياتهم وصعوباتهم يديهم قوة ويقفهم على رجليهم ويدعمهم ويدفعهم للأمام ويجعل من الكنيسة كائن حي متجدد معطاء يعطي كل يوم مواهب كثيرة وعظيمة هذا هو الروح القدس الذي نحتفل اليوم به الأقنوم الثالث من الثالوس القدوس هذا هو الروح القدس اللي به ابتدت الكنيسة وبه استمرت وبه ستستمر وستبقى إلى أن يعود عرسها ويستردها مرة أخرى في المجيء الثاني هذا هو الروح القدس اللي بيصماره بمواهبه يسند الكنيسة ويعطي الكنيسة مش بس كمؤسسة لا حتى كأفراد نعمة ومعونة ومخدرة على التواصل سمعنا معلمنا بولوس الرسول هو بيكلمنا على مواهب الروح القدس وقال على ثلاث سمار مهمة جدا من سمار ومواهب الروح القدس الإيمان والرجاء والمحبة ولكن قال وأعظمهن المحبة كانت قراءات مبارح اللي كان فينا حاضر للأداس كلها بالدور حول المحبة وعلى هذا الصمر هذه الصمرة هذه الموهبة كانت كل القراءات بتتكلم كيف أن المحبة هي وحدة من أهم علامات الكنيسة المسيحية من أهم علامات تلاميذ المسيح حتى أن معلمنا بولوس الرسول في كورونسوس الأولى الثلاثاشر يقول كده الصح المشهور بيكلم فيه على المحبة إن كان لي نبوة وكان لي لسان وإن كان لي مواهب ولكن ليس لي محبة فقد صرته نحاسا يطن أو صنجا يارن وهكذا يعدد فوايد المحبة اللي بيها تبقى الكنيسة وهي علامة الكنيسة ومن غيرها ما تبقاش كنيسة مسيحية من غير المحبة من غير هذه العلامة اللي قال عنها السيد المسيح له المجد لتلاميذه يعرفوكم الناس إنكم تلاميذي إن كان ليكم محبة بعضكم نحو بعض بهذه العلامة نبقى مميزين إن إحنا مسيحيين والعكس بالعكس صحيح إن مكادش بيننا محبة يبقى فقدنا أهم علامة اللي سبهلنا المسيح له المجد علشان نبقى مميزين بها كتلاميذ للمسيح صمار الروح القدس مش مواهب عالية وصعبة وحاجات كده فوق الأزهان الناس لا تدركها ولا تفهمها ولكن صمار الروح القدس أمر معاش ومفهوم وملموس من الناس زي المثل اللي قلناه من شوية مثل المحبة لما يكون إحنا كمسيحيين كمجتمع مسيحي فيه بيننا وبين بعض علامة المحبة واضحة وصريحة نتعامل مع بعض بالمحبة نظهر المحبة نحو بعض مش بس إحنا كمسيحيين ده المسيح لو المجد إدانا الميل التاني البعد التاني في الوصية إدانا أن تكون لنا المحبة نحو مين نحو أعداءنا مش بس نحو محبينا نحو أصدقائنا نحو بعضنا البعض لكن حتى الطرف الآخر اللي بيستعدي نفسه علي أنا مطالب أدي له محبة فإذا قدمت فإذا قدمت المحبة دي حتى نحو الطرف الآخر نحو الأعداء صرت أنا الإنسان المسيحي اللي بيكلم عنه الكتاب المؤدس صرت أنا الإنسان المسيحي اللي يحمل صمار ومواهب الروح القدس ويعلن هذه الصمار واضحة قدام الناس عمل المحبة مش عمل صعب ومستحيل ولكن عمل سهل للإنسان اللي فاتح قلبه لمواهب الروح القدس عمل بسيط للإنسان اللي عنده استعداد يسلم ذاته وأفكاره و شموخه وأراءه الخاصة أن تكون خاضعة لعمل الروح القدس والعكس بالعكس صحيح إذا الإنسان كان معتد بنفسه وبأفكاره وبفهمه وبمعارفه وباتصالاته وبعلومه ودراساته ومنتفخ ييجي الروح القدس يدور ليه على مكان في وسط كل العظمة دي يمكن ما يلاقلوش مكان مش هيعرف يشتغل ومش هيعرف يعمل صمر الروح القدس مش هيعرف يعمل عمل محبة لأن الإنسان حاطت حاجات كتير في قلبه وفي ذهنه وفي حواسه شاغل نفسه بيها وطارك آخر حاجة يفكر فيها هو الروح القدس وبالتالي الروح مش عارف يشتغل معاه عمل المحبة عمل مش مستحيل ولكن أيضا عمل ضروري ساعات كتير بتعدي علينا مواقف نشوف أن يعني مسألة عمل المحبة أو تقديم الآخر علي أو أن أكثر ذاتي وأرفع الآخر عشان أظهر له محبة يمكن البعض يعتبرها نوع من أنواع المجاملات يمكن البعض يعتبرها نوع من أنواع لا في مواقف تانية أو في اعتبارات تانية في لازم مش عارف أدافع عن مبدأ أو مش عارف إيه وبالتالي ممكن أكثر عمل المحبة للأسف اللي بيعمل كده مش واخد باله من وصايا الكتاب المؤدس واضحة كتاب المؤدس ما قال ليش علشان أدافع عن مبدأ أو عن فكرة عندي أو أو أكثر المحبة ولكن قالها كده معلمنا بورس الرسول بوضوح ولكن أعظم هن المحبة أعظم موهبة وأعظم صمرة وأعظم علامة أظهرها أنا المسيحي تجاه الآخر سواء الآخر ده بيحبني أو ما بيحبنيش سواء الآخر ده قريب مني أو بعيد عني إني أظهر له محبة وقدم له عمل محبة فإن كان لنا عمل محبة تبقى لنا سمار واضحة من أعمال الروح القدس والعكس بالعكس صحيح شوفوا الحاجة البسيطة اللي بتعدي علينا الحاجة اللي بتبدو لنا بدهية ممكن الواحد ما ياخدش باله منها أعمال المحبة يعني ممكن لو أب في البيت من أجل أن هو يحافظ على النظام ومن أجل أنه يرسي مبدأ ومن أجل أنه يعلم أولاده حاجة يكسر عمل المحبة هو ممكن يعلم أولاده مبدأ هو من هو تنظره صح بس بس صدقوني أولاده مش حينسوله في يوم الأيام لما يكبروا أنه هو علمهم العمل بالإكراه بالضغط بالشدة ومعلمهم المحبة وحينسوا كل شيء وحيفتكرونه الضغط والإكراه والتعب اللي عمله علشان يعلمهم اللي هو عايز يعلمه لهم وحينسوله كل حاجة حلوة هو علمها لهم تانية لأنه ما عملش الحاجة دي بمحبة ما زيتهاش يعني ما حطش عليها زيت المحبة وخلاها بس بالإكراه وبالتعب نفس الحكاية العلاقة بين الزوج والزوجة أو الزوجة أو الزوجة الاتنين واحد إذا واحد عايز يجبر التاني أنه يعمل حاجة من غير ما يقدم المحبة ممكن الطرف التاني يخضع وينفذ بس صدقوني هتلف الأيام وحيفتكر الطرف اللي أكبر على تنفيذ حاجة أنه أكبر عليها وما كانش فيه محبة في التعامل منهم حيفتكر كل حاجة وحشة أكبر عليها وحينسى أي عمل تاني آخر لأنه ما كانش فيه محبة من التعليم الجميل المتعلمها من المتنيح البابا شنودة التالت أنه كان يقول لنا كده بتهاء لربنا في اليوم الأخير هيحسبنا على كل وصية وعلى كل عمل عملنا حلو مش مجرد أننا عملنا حلو بس لكن عملناه بمحبة ولا لا كان فيه محبة ولا لا ما يمكن أعمل وصية زي تقديم الآخر مثلا أعملها وأصر عليها كنوع من أنواع أثبت للآخرين أننا متواضع ما عملتهاش بالمحبة ما عملتهاش قدمت الآخر علشان أنا بحب الآخر لأن عملتها علشان أثبت للآخرين أننا متواضع عملتها علشان أتظاهر أننا بعمل أعمال محبة يمكن أسباب أشكال والوان في الظاهر أنا نفست وصية أننا قدمت الآخر علي ولكن في الواقع لأنني ما عملتاش بمحبة يمكن ربنا ما يحسبنيش على هذا العمل وتنفيذ هذه الوصية لأن ما كانش فيها اللي بقدم به هذه الوصية فارغ من الزيت زيت المحبة من الظاهر المصبح موجود من الظاهر فيه فتيلة من الظاهر أنه ممكن يكون مضيق بوسيلة أو بأخرى لكن الواقع الداخل من جوه مفهوش محبة علشان كده إحنا حنتحك على مين حنتحك على أنفسنا ولا حنتحك على ربنا ولا حنتحك على الآخرين الزمن اللي إحنا فيه حتى العيال الصغيرة بقت أسكية لسه كنت قاعد مع حد قريب بيحكي لي على مشكلة زوجية يعني مشكلة عائلية كده في البيت المهم فبيقول لي والغريب أن الولاد الصغيرة واخدين بالهم كويس قوي وعارفين وفاهمين إيه اللي بيني وبين أمهم قلت لي الولاد الصغيرة دي قد دي قال للوال عنده ست سنين والتاني ثمان سنين وفاهمين وعارفين كل حاجة فابتسمت كده وسكت إحنا ليه بنظن إن أولادنا مش فاهمين ليه بنظن إن أولادنا مش حسين حتى لو مش فاهم ومدرك بالإدراك بتاع الرجل الكبير لكن هو حاسس بفطرة قلبه البسيطة العمل ده بتقدم فيه محبة ولا لا فيه محبة بين الأب والأم في البيت ولا لا فيه محبة بين الإخوات ولا لا الولد الصغير اللي أنا فاهم إنه هو مش فاهم هو عنده فهم من نوع آخر وعنده حاسة من نوع آخر يجس بيها مقدار المحبة في التعاملات وبالتالي بيخزن كل ده عنده وحيجبر وحيفهم وحيجبر وحيواجه أبو وامو ويعني أولي يا مساكين هما الاتنين الأب والأم دول لما يسمعوا الملامة من ولادهم أنتو ما كنتوش بتحبوا بعض أنتو كنتو بتعاملوا بعض ومعاملة وحشة وإحنا كنا شايفين وفاهمين كل حاجة وإحنا كنا سكتين بس مش عارفين نتكلم لكن دلوقت كبرنا ونقدر نتكلم ونقول لكم أنتو ظلمتونا أنتو عملتوا قدوة سيئة لنا وهكذا ممكن يلوموهم ملامة صعبة اوعى تفتكر أنك هتعرف تضحك على حد وانت بتعمل عمل مفهوش محبة مفهوش الروح القدس مفهوش لمسة وإحساس المحبة الحائية من القلب هتعرف تضحك على واحد يمكن اتنين احتمال بس مش هتعرف تضحك على كل الناس هتعرف تضحك على نفسك ممكن لكن بكرة وبعده يمكن ضميرك يصحى وأخشى أن الواحد هو نفسه يحتقر نفسه لأنه طلع في الآخر من غير مبادئ ومن غير أعمال محبة ومن غير صمار روح القدس أكيد مش هتعرف أتحك على ربنا أكيد مش هيخيل على ربنا التمثليات اللي أنا بعملها على سين أو صاد أتظاهر فيها بالمحبة ولكن في الآخر الأمر هيبقى مكشوف عشان كده الكنيسة بتقول لنا أعملنا الممسوحة بزيت المحبة بزيت الروح القدس الحقيقي اللي جوانا الكتاب يوصينا لا تطفئ الروح الروح القدس جوانا وإحنا خدناه في الأسرار من الأول المعمودية والميرون وسر الإفخارستية اللي احنا بنتحد به كل يوم والتاني اللي هو التناول يعني من جسد الرب ودمه كل ده بيأجج وينشط ويفعل أعمال الروح القدس فينا ليه نطفئ الروح القدس ليه نركن الروح القدس جوانا ليه نخليه على جنب ونستخدم أسالبنا وأفكارنا وحيالنا البشرية واللف والدوران ونقول ده زكاء ده حكمة ده مش عارف إيه أنا بتحيل على الموضوع عشان أعرف أحل الموضوع يا خسارة وتركنا البساطة الأولى وتركنا عمل الروح القدس فينا ما سبناش مجال للروح القدس يشتغل ويظهر البساطة ويظهر المحبة ويظهر العمل المميز والمميز لينا إحنا كمسيحيين أن تكون لنا محبة بعضنا نحو بعض عشان كده النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد حلول الروح القدس على الرسل القدسين وبداية تأسيس الكنيسة بنصلي من كل قلوبنا كل واحد فينا يرفع قلبه كده ويقول له جدد يا رب روح قدسك في وأنا بعترف لك النهاردة وبارفع لك قلبي وبطرح لك ذاتي تحت أقدامك ويقول لك أنا إن كنت في الفترة اللي فاتت عملت كل حاجة بحية البشرية وبأفكاري وترتيباتي وتكتيكاتي ونسيت وجودك في حياتي نسيت وجودك في كل تصرف مفروض أنا أعمله يمجد اسمك ويرفع اسمك سواء في بيتي أو في شغلي أو في علاقاتي بالآخرين أو في علاقاتي بأولادي أو 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 أي حاجة أعملها أقول له أنا آسف يا رب وأنا نادم وأرجوك وإحنا بنحتفل بهذا العيد المقدس تديني توبة حائية أتعلم من هنا ورايح إزاي أفتح طريق للروح القدس جوايا أسيب هو اللي اشتغل ببسطته بطبيعته يجدد فيي ويخليني أظهر وأمجد اسمك في كل تصرف بعمله عشان ينطبع علي قول الكتاب ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السموات أبانا الذي في السموات الذي يعطينا